السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر واحد أفضل من مواصلة الذكر مليون سنة ما فيهاش مبالغة دي يا شيخ محمود أبدا والله لما تسمع الهدية اللي جابها لك النرض هتعرف صدق هذا الكلام بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أكيد كل واحد فينا بيتمنى يجي يوم القيامة عنده مليارات الحسنات بيتمنى أن ربنا يرضى عنه بيتمنى أن ربنا يدخله جنته التي فيها ما لعينه نرأت ولا أذنه نسامعت ولا خطر على قلبه بشر جايب لك النهاردة هديتين من عند النبي صلى الله عليه وسلم هتشوف من خلالهم أن فعلا هذا الذكر اللي هيتقال في الحديثين دولة أفضل من الذكر لو أنت مواصل الذكر مليون سنة مش هتحصل هذا الذكر ولا ثمارات هذا الذكر الحديث الأولاني روى أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضار قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة بتقول إيه؟ فقال يا رسول الله أذكر الله فقال له صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ أقول لك على حاجة أفضل من أن أنت تععد كده 24 ساعة بتذكر ربنا؟ قلت بلى يا رسول الله قال له تقول سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق وسبحان الله عدد ما في السماوات والأرض وسبحان الله ملء ما في السماوات والأرض وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله ملء كل شيء وتقدروا تجعلوا هذا الذكر بكل أنواع الذكر يعني بتقول سبحان الله عدد ما خلق ممكن تقول الحمد لله عدد ما خلق لا إله إلا الله عدد ما خلق لا حول ولا قوة إلا بله عدد ما خلق الله أكبر عدد ما خلق أي ذكر تقدر تقول بهذا الذكر عدد ما خلق ملء ما خلق عدد ما في السماوات والأرض ملء ما في السماوات والأرض عدد ما أحصى كتابه ملء ما أحصى كتابه عدد كل شيء ملء كل شيء يعني ما ترك شيئا في الكون كله إلا أنت تذكر هذا الذكر بذلك العدد الذي لا يخطر على قلبه بشر تخيل حضرتك بس لو قلنا بس يعني فقط أن أنا بقول سبحان الله عدد كل ذرات الرمال اللي في الكون بس كده أنا طبعا مش هقول الذكر ده بس أنا بقول يعني تخيل تخيل عدد ذرات الرمال اللي موجودة في الكرة الأرضية مش هقولك كم مليار هي ما فيش عدد أصلا تقدر تحصي ده أنت لو جبت شوية رملة على مساحة خمسة متر في خمسة متر لو حبيت تعدهم والله ولا أجدع كالكوليتر على وجه الأرض يقدر يعدهم لك فتخيل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه أن أنت تقولي سبحان الله عدد ما خلق كل المخلوقات اللي في الكون ده كله الذرات والكائنات والرمال والصخور والحجارة والوحوش والملائكة والإنس والجن والطير والوحش إيه ده؟ إيه الجمال ده كله المتخيلين حضراتكم الأعداد دي أعداد لا تخطر على قلب بشر فكل ده بتقوله بكل أنواع الذكر بكل أنواع الذكر يعني لو قلت مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما خلق لا حول ولا قوة الإبلاء عدد ما في السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما في السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما أحصى كتابه لا حول ولا قوة إلا بالله ملأ ما أحصى كتابه لا حول ولا قوة إلا بالله عدد كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله ملأ كل شيء في كل الأذكار بقى شفت أديه الخير اللي في الذكر ده حاجة بقى حفظوا عليها بالله عليكم قول كل أنواع الأذكار أنت عايز تقولها بهذا الذكر تمام طب الحديث التاني وليه ده التانية صلى على حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم حديث روى مسلم عن أمنا جويرية رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين أمنا جويرية خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم كان الليلة بتاعتها فكان موجود عندها وبعده كده رح صلى في المسجد تمام وكانت غرف أمهات المؤمنين بتطل على المسجد فخرج صلى في المسجد الفجر وجلس لحد الشروق يذكر الله عز وجل ثم خرج من عندها رضي الله عنه ورضها الصبح بعد الصلاة بعد الشروق فكانت هي جالسة في مسجدها في المكان بتاعها اللي بتصلي فينه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة يعني يعني يقال ان هو خرج بعد الفجر ورجع بعد الضحى ويقال ان هو خرج بعد ذلك ثم عاد بعدها بوقت فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يا جويرية اما زلت على تلك الحالة التي فارقت تقي عليها هي كانت جلسة بتذكر المولى عز وجل قيت له بلى يا رسول الله انا من ساعة ما خرقت حتى اما رجعت وانا اعدى اذكر الله عز وجل قال لها طب هقولك حاجة لقد قلت من بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن انا قلت اربع حاجات ثلاث مرات يعني اربع كلمات كده قررتهم ثلاث مرات لو وزناهم باللي انت قلتهم من ساعة ما خرقت حتى اما رجعت كانت تفوق عليهم في الوزن ايه هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي الله اكبر ما شاء الله اولا سبحان الله وبحمده من قالها مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وزبد البحر هو الريم لما الموجة بتيجي على الشط كده وهي رجعة بتعمل ريم ابيض كتير او بالمليارات لو كانت ذنوبك بالمليارات قد الريم ده تتغفر بان انت تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة الله اكبر بل سبحان الله وبحمده كما اخبر سيدنا نوح عليه السلام ابنه كما في الحديث الذي رواه البزدار بسند صحيح لما قال له اوصيك باثنتين وانهاك عن اثنتين كم من ضمنها انه قال له اوصيك بان تكثر من سبحان الله وبحمده فانها رزق كل الكائنات ربنا جعلها سبب لرزق كل الكائنات يا سلام فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه انا قلت سبحان الله وبحمده قد ايه قال لك عدد خلقه يعني عدد المخلوقات التي خلقها المولى عز وجل ودي بقى محدش في الدنيا يقدر يحصي عدد المخلوقات هتيقدر تحصي ايه عدد ذرات الرمال وقاطرات البحار واوراق الشجر والناس الانس والجن والملائكة والطير والوحش وكل ما في الكون بقى مين يقدر يتخيل هذا الكون شفت ديه فالله قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه وبعدين ورضى نفسه سبحانه وتعالى وزنة عرشه حد يتخيل زنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى قد ايه تمام طب ده يعني ده الحديث اللي زرواها ابن ابي شيبة بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان السماوات السبع والارضين السبع وما بينهن بالنسبة للكرسي والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى الكرسي مش هو العرش العرش غير الكرسي الكرسي هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى فقال السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة وما بينهن بالنسبة للكرسي الا قد ايه النسبة والتناسب ركزوا معايا كحلقة ألقيت في فلا خاتم خلعته من سبعة كده ورميته في صحراء ما هي النسبة والتناسب بين الخاتم وبين الصحراء ما فيش لا نسبة ولا تناسب أهو السماوات السبعة الضخمة دي كلها والأرضين السبعة وما بينهما بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن كان نسبة بين الخاتم والصحراء وإلا فلا نسبة سبحان الله بقيت الحديث قال وما الكرسي بالنسبة للعرش الرحمن على العرش استوى وما الكرسي لو موضع قدم الرحمن بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلا والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الله أكبر شفتها دي فبيقول لها أنا قلت سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وميداد كلماته الله أكبر ده 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 موضوع لوحده ده أنت لو جعلت البحار اللي في الدنيا دي كلها حبر والأشجار اللي في الدنيا دي كلها أقلام ما نفذت كلماته الله سبحانه وتعالى وجل جلاله وممكن نقول نفس الذكر ده على أي حاجة تانية يعني سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورضا نفسه وزنة عرشي وميداد كلماته ممكن تقول برضو الله أكبر عدد خلقي ورضا نفسه وزنة عرشي وميداد كلماته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أنا بقولها عن نفسي يعني أنا بحاول أشوف الأذكار الجامعة الأشياء اللي ممكن أخذ نورا أجري كبير أنا عن نفسي بقولها كده بقول اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وميداد كلماته يعني ممكن تركبها على أي ذكر وتقولها لأن النبي بيعطيك بث مثال في هذه الأذكار بالذات سبحان الله فشوف بقى الخير بقى اللي موجود في هذه الأذكار لو جمعت بقى التوليفة اللي ذكرتها لك في الحديثين دولة بهذه الأذكار بهذا العدد الذي لا يخطر على قلب بشر هتتأكد بأن أنا ما كنتش ببالغ في العنوان لما قلت ذكر واحد أفضل من مواصلة الذكر مليون سنة أو الله العظيم لو أعدت مليون سنة تذكر المولى عز جل ذكر يناسب عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي لا يمكن أن أنت تقدر تجيب العدد ده كله أبدا بالمرة وإلا فذلك هو محض فضل الله فحافظوا على تلك الأذكار ذكرت لكم هديتين في غاية الروع والجمال ياريت تفضوا المقطع ده وتكتبوها وتحافظوا على الذكر ده على طول على قد ما تقدروا لأنه هيوفر لكم عمركم يعني أنت النهاردة في الذكر اختار جوامع الذكر وفي الدعاء اختار جوامع الدعاء من نبي علم أمينا عائشة كده لما طلبت منه الدعاء لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الحديث روى الترمزي بسند صحيح في الدعاء شوف في الدعاء الجامع ده كذلك في الذكر الجامع إن أنت تقول سبحان الله وبحمدي عدد خلقي وردها نفسي وزنة عرش ودى ذلك كلمات يبقى ذا ذكر جامع يجمع لك كم من الأجر ومن الثواب يوفر عليك عمر بل أعمار فوق الأعمار بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلن وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يجمعن وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته